أهلا بحضراتكم وإلى هذا الخبر العاجل قررت مصر وقف الطيران من وإلى جنوب إفريقيا وصرح السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا قررت إيقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب إفريقيا وذلك على خلفية ما أعلنته منظمة الصحة العالمية عصر اليوم بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا والذي أطلق عليه أوميكرو واعتبرت هذا المتحور من ضروري أخذ الإجراءات الاحتياطية تجاهه الجديد بالذكر أيضا أن الأشارة إلى أن هناك عبدا من الدول المستهدفة بقائمة من الإجراءات وتتضمن تلك الدول جنوب إفريقيا ليسوتو أيضا بوتوانا زمباكوي بالإضافة إلى موزنبيق ونميبيا واستواني أيضا من المقرر للقادمين من تلك الدول عن طريق الرحلات غير المباشرة ويمثل قدمهم إلى مطار القاهرة ترانزيت في طريقهم إلى دول أخرى حيث سيتم إجراء اختبار فحص الحامض النووي السريع وحال ظهور أي حالة إيجابية تمنع من صعود الطائرة التارية يعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها بينما القادمين من تلك الدول عن طريق الطيران غير المباشر ترانزيت وتمثل القاهرة وجهتهم أنهائية فسوف يتم عمل اختبار فحص الحامض النووي السريع وحال إيجابية التحليل يعود الراكب على نفس الطائرة القادم عليها أما في حال سلبية الاختبار فيقوم بعمل حجر ذاتي منزليا لمدة سبعة أيام ويتم عمل اختبار بي سي آر في نهاية مدة الحجر كما يستمر مطابعته لمدة سبعة أيام أخرى عن طريق فريق الحجر الصحي حتى نهاية المدة القصوى لفترة حضانة الفيروس أضف أيضا استفير نادر سعد سوف تختار خطوط ومكاتب الطيران بهذه الإجراءات وخصوصا ما يتعلق بدرورة توقيع الراكب على قبول إجراءات الحجر الذاتي قبل الركوب من الجدير بذكره أيضا أن منظمة الصحة العالمية أصدرت بيانا منذ قليل أكدت فيه أنها كشفت أنه تم تصنيف متغير فيروس كورونا هذا الفيروس الإفريقي الجديد أنه متحور شديد العدوى وقد يكون مثير للقلق وهو أكثر انتشارا موضحة أن المجموعة الاستشارية الفنية المعنية بتطور فيروس كورونا هي مجموعة مستقلة من الخبراء الذين يرقبون ويقيمون بشكل دوري تطور الفيروس ويقيمون ما إذا كانت التفارات وإيضا مجموعات التفارات المحددة تغير سلوك الفيروس أم لا قالت أيضا المنظمة أنه تم عقد اجتماع للجنة اليوم الموافقة 26 من نومبر 2021 لتقييم هذا المتغير متغير الفيروس الإفريقي الجديد أضفت المنظمة في بيان لها أنه تم الإبلاغ عن المتغير لأول مرة إلى منظمة الصحة العالمية من جنوب إفريقيا في الرابع والعشرين من نومبر 2021 وقالت المنظمة أن هذا المتغير يحتوي على عدد كبير من التفارات بعضها مثير للقلق وتشير الأدلة الأولية إلى زيادة خطر الإصابة برة أخرى بهذا المتغير مقارنة بالمركبات العضوية المتطايرة الأخرى هذه كانت تفاصيل هذا الخبر العاجل الذي ورد إلينا منذ قليل وبتأكيد سنوافي حضرتكم بكافة التفاصيل على مدار الساعة أشكر حضرتكم شكرا جزيزة وصيب المتابعة وإلى اللقاء